مين يعرف يعني ايه قلعة القلعة دي عبارة عن مبنى عسكري بيدافع من خلاله الجنود عن المنطقة او المدينة المتواجد فيها القلعة وطبعا واضح جدا من اسمها ان اللي قام ببنائها هو مين طبعا صلاح الدين الايوبي طيب مين هو صلاح الدين الايوبي هاشطار الضبط هو مؤسس الدولة الايوبية ودي واحدة من الدول المستقلة اللي قامت اسناء حكم الدولة العباسية وكمان احنا قلناها في الدرس بتاع الحلقة السابق طيب دلوقتي عايزين نعرف ايه هي الحروب الصليبية تعالوا كده نقرأ الجزئية دي من كتاب المدرسة وكمان نوضحها مع بعض على الشاشة الحروب الصليبية كانت عبارة عن حملات عسكرية قادها ملوك اوروبا من عام 1096 ميلاديا الى عام 1291 ميلاديا وكده استمرت حوالي 200 سنة وسميت بهذا الاسم لانهم اتخذوا الصليب شعارا لهم طيب ايه هي اسباب الحروب الصليبية اسباب الحروب الصليبية تعالوا نبص مع بعض على الشاشة ونعرفها مع بعض اول حاجة هتكون رغبة ملوك وامراء اوروبا في تأمين طرق الحجاج المسيحيين الى كنيسة القيامة في بيت المقدس طيب ليه؟ عشان بابوات اوروبا اتدعوا ان الحجاج المسيحيين بيجدوا سوء معاملة من الاطراق المسلمين هناك كمان معايا سبب اخر اللي هو رغبة ملوك وامراء اوروبا في تأسيس مستعمرات لها في الشرق لان كل ما يمتلكوا كل ما كان الامراء دول يعني بيمتلكوا اراضي اكتر كل ما تزيد مكانتهم كمان عندي سبب ثالث بيقول رغبة الاوروبيون في الحصول على سروات الشرق والسبب الرابع بيقول سعي بعض المدن الايطالية مثل جنوة والبندقية الى تحقيق مكاسب تجارية عن طريق نقل السلبيين على سفنهم الى بلاد الشام تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر